مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 84 أنشطة التقويم والدعم وقوموا حفظي أتمموا وأستظهروا شفاهيا آيات صورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا والصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثانيا أصل بخط بين الجملة وصورتها أن صورة العصر وصورة الإنشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فصورة الإنشقاق لهم أجر غير ممنون يقول تعالى في صورة الإنشقاق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ثانيا أصورة الإنشقاق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذه الآية فيمذكور في صورة الإنشقاق وكذلك في صورة العصر وفي سورة الانشقاق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وفي سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إذن سورة العصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذه صورة النصر إذا السماء انشقت صورة الانشقاق وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذن قلنا صورة العاصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الإنسان له خسر كذلك صورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أيضا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إذا السماء انشقت ثالثا أرتل الكلمات التالية والعصر إن الإنسان إذن قلوا الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الإنسان وقوموا فهمي وقوموا فهمي أضعوا علامة أمام الجواب الصحيح من تسلم كتاب أعماله يوم الحساب بيده اليمنى من تسلم كتابه وراء ظهره فأما منوتي كتابه بيمينه بيمينه أي تسلم كتاب أعماله يوم القيامة بيده اليمنى فهذه العبارة الصحيحة أربط بين اسم الله والمعنى المناسب له السمع البصر فالله سميع وبصير بعباده وقوموا مكتسباتي أصل بخط كل صلاة بما يناسبها تصلى نهارا تصلى في أربع ركعات تصلى ليلا تصلى في ثلاث ركعات فصلاة المغربي تصلى ليلا وفي ثلاث ركعات تصلى نهارا وتصلى في أربع ركعات صلاة الظهر وصلاة العصر تصلى في أربع ركعات وتصلى نهارا ثانيا أضع هذه العلامة أمام الجواب الصحيح وتواصوا بالحق يقول تعالى في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أي أدوا الطاعات وتركوا المحرمات ثالثا أجيب من خلال الوضعية طلب سعيد من صاحب ورشة إصلاح السيارات أن يصلح عطلا في أضواء سيارته لكن هذا الأخير لم يخلص في إصلاحها بعد أن تسلم سعيد سيارته توجه إلى المسجد ليصلي المغرب ولما أنهى صلاته وركب سيارته تبين له أن بها نفس العطل فأجل صفره إلى يوم لاحق في صباح الغادي عاد سعيد إلى صاحب الورشة فأخبره بأنه لم يتقن عمله وعاتبه قائلا لقد أفسدت علي صفري وعملي ألم تعلم أن الله يراك لكن ما قلنا من خلال الوضعية سنجيب عن السؤال فسعيد طلب من صاحب ورشة إصلاح السيارات أن يصلحها عطلا طلب منه باش يصلح عطل في أضواء سيارته لكن هذا الأخير لم يخلص في إصلاحها يعني لم يتقن هذا الإصلاح ولم يصلحه بالكيفية المطلوبة بعد أن تسل مساعد سيارتها وتوجه إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب ولما أنهى الصلاة ركب مرة أخرى السيارة فتبين له أن العطلة لا يزال أن بها نفس العطلة فأجل صفره إلى يوم لاحق فأجل صفر دياله وفي صباح الغد عاد سعيد إلى صاحب الورشة فرجع لصاحب الورشة فأخبره بأنه لم يتقن عمله وعاتبه قائلا لقد أفسدت علي سفري وعملي ألم تعلم أن الله يراك فالله سبحانه وتعالى يراك فلماذا لم تتقن عملك السؤال ما أثر مراقبة المؤمن لله في إتقان عمله فالأثار دي المراقبة الله سبحانه وتعالى الإخلاص في العمل الإخلاص والإتقان في العمل الإخلاص الإخلاص في العمل إضافة إلى تجنب الغش فلما نستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا في صرائنا وضرائنا دائما نخلص العمل ونتجنب الغش الإخلاص في العمل وتجنب الغش أستفيدوا عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم فرأى من جلده ونشاطه ما أعجبهم أعجبه بجلده ونشاطه أي بقوته ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياءا وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان لكن ما قلنا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعجبوا بقوة ونشاط هذا الرجل فقالوا لو أن هذه القوة هذه وهذا النشاط ابتغاء مرضات الله فرد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده صغارا يعني لكن خرج بشيجيب لولد يالو ما يكله فهو في سبيل الله وكذلك إذا خرج يسعى بشيجيب الولد ما يكله فكذلك في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وسينال الأجر والتعواب عند الله وإن خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله أما إن كان خرج تباهيا وتفاخرا ورياء هذا في سبيل الشيطان أجيب وأفهم أهل الله يراقب أعمال الناس فالله سبحانه وتعالى يراقب أعمال الناس قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون فالله يرانا ويسمعنا إذن يراقب أعمالنا من أحب الناس إلى الله الذي يعمل ويتقن عمله أم الذي يتكاسل ويتواكل على غيره فأحب الناس إلى الله الذي يعمل ويتقن عمله الذي يعمل ويتقن عمله بما أعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعجب بجلد ونشاط الرجل أعجب بجلد ونشاط الرجل ما جزاء ما جزاء من يتقن عمله فالله سبحانه وتعالى يجازيه بالأجر والتواب الأجر والتواب الأجر والتواب أتذكر وأستثمر أضع علامة نضع العلامة في خانة السلوك الصحيح في الصورة الأولى أستاذا يدرس تلامذه وفي الصورة الثانية فهذا الموظف فهو منهم يكون في مكتبه نائم وترك الملفات والأوراق فهذا السلوك فهو سلوك موشين وسلوك لا يجب أن نقوم به فكما رأينا وكما قرأنا يجب أن نتقن العمل وأن لا نغش في عملنا فالإخلاص في العمل وتجنب الغش وإتقانه من واجبنا إذن السلوك الصحيح وهذا السلوك وما يقوم به هذا الأستاذ وبهذا ننهي تمارين الصفحة 85 ننتقه في الصفحة 86 أغضى